السلام عليكم زيكو يا جماعة النهاردة هناخد تاني سيشن في الابديميولوجي هناخد حاجة اسمها measures of disease frequency كنا خدنا فكرة عن disease frequency وقلنا ان احنا لازم نعمل quantification لعدد الناس اللي قالها disease نفتكر بس حاجة مع بعض ratio بيبقى رقم متكون من رقمين نص ربع تلت الرقم اللي فوق ده بيبقى اسمه numerator والرقم اللي تحت ده بيبقى اسمه denominator هقولك بعد شوية ليه ratio مهم في statistics وليه بالذات ال denominator مهم غالبا احنا لما نيجي نعبر عن frequency بنعبر عليها بالproportion جمية الناس اللي قالها disease معين واكتر بنعبر عنها بالrate الrate لازم يبقى فيه element of time يعني لما بقول الناس اللي ماتوا من الكلرة كانوا 114 لكل 100001 عايش in 1853 فالrate افتكر دايما it has an element of time in it طيب يبقى disease quantification بيعتمد على ثلاث حاجات count data اعد الناس اللي عندها دزيز معين او اللي ماتت من دزيز معين او اللي عندها اي outcome انا مدور عليه size of source population لازم اعرف ال denominator بتاعي لازم اعرف الرقم اللي تحت بتاعي كام لما اقول فيه في مصر مات 101 من الhipotitis وفيه في قرة افريقيا كلها مات 151 يبقى انهي اكتر وانهي اقل فيه حد هيقولي لا لازم تحسبي كم نسمة موجودين في مصر وكم نسمة موجودين في افريقيا عشان اعرف اقارن تانت حاجة الTIME PERIOD الناس اللي ماتوا دول ماتوا السنة دي ماتوا السنة اللي فاتت ماتوا خلال سنتين ماتوا خلال عشرين سنة فاتوا هديك مثل بص على ده ده جدوى الافتراضي بيبين الNUMBER OF Cases number of new cases of hepatitis في مدينتين two cities CTA مات فيها 58 قصدي قال له hepatitis فيها 58 ctb new cases of hepatitis كانت 35 طيب من المعلومات اللي عندنا دي بس واحد هيجي يقول يبقى إذن الناس اللي بيتشخص hepatitis أكتر أو hepatitis incidence أعلى في CTA من ctb الناس اللي عندها hepatitis في cta أعلى من ctb فلو جينا نوسع definition بتاعنا شوية أو الquantification بتاعنا شوية هقول لك أن الناس دي new cases دي ظهرت في ctb في سنة 85 في سنة واحدة يعني أما الكيس دي في ctb ظهرت في سنة 84 و85 في سنتين طيب تعالي نشوف size of the source population في ctb فيها 25 ألف نسمة منهم 58 جالهم hepatitis أما ctb فيها 35 والpopulation 7000 طيب عايزين نقارن عايزين نعرف الrate بتاع الهيبوتايتس أعلى في cta ولا ctb طيب هنقارن هنقارن بأننا هنعمل division للثلاث أرقام دول الرقم ده على الرقم ده الرقم ده على الرقم ده هنا هتبقى 58 divided 25000 كل year لو إحنا عايزين نوحد ال دانيمونيتر بتاعنا خلناه 100000 فدي هتبقى 232 واحد بيجي له hepatitis لكل 10000 واحد خلال سنة أما هنا هنعمل نفس الموضوع هيطلع لنا 250 واحد بيجي له hepatitis كل 10000 واحد في السنة يبقى إذن من خلال الrate وتوحيد الدينامونيتر بتاعنا اللي هو size of the source population عرفنا إن actually الrate بتاع hepatitis في ctb أعلى من cta وليس العكس الكرود numbers can give you false information طيب عندنا 2 measures مشهورين أوي prevalence والincidence يعني إيه prevalence prevalence is the proportion of individuals with the disease أو with the outcome at a specific point in time يعني عدد الناس اللي عندها الدزيز ده في وقت معين إحنا جينا قلنا نحنا عايزين نعرف الناس اللي عندها hepatitis في مصر دلوقتي فهنروح نعد الناس اللي عندها hepatitis في مصر دلوقتي الناس دي ممكن تكون الناس جالها hepatitis من 10 سنين ناس جالها hepatitis من سنة ناس جالها hepatitis مبارح فإذن الprevalence بيعديلنا كل الناس اللي عندها الأوتكم كل الناس اللي عندها الدزيز at a specific point in time إحنا عايزين نعدهم دلوقت عايزين نعدهم النهاردة بيبقى it's the number of existing cases ناس existing سواء اتشخصت النهاردة أو مبارح أو من 10 سنين فاتت ولسه عندها الدزيز number of existing cases of a disease على total population الديناموناتر بتاعنا بيبقى كل الناس اللي في الpopulation دي at a given point in time في وقت محدد إحنا عايزين نعرف طيب الincidence يختلف عن الprevalence الincidence هو number of new cases developing in a population at risk at a given time يعني أنا مش بعد الناس اللي عندها الهيبوتايتس أنا بعد new cases اللي قالها هيبوتايتس at a given time عايزة عرف كام case where newly diagnosed by هيبوتايتس سنة 2005 وبعدها نسبة للناس اللي at risk of developing هيبوتايتس يبقى النيومريتر بتاعي هو number of new cases وليس number of cases مش هعد الناس اللي قالها هيبوتايتس من سنتين ولا من ثلاث سنين هعد الناس اللي قالها هيبوتايتس في 2005 rising at a given time 2005 على total population at risk يعني total population at risk يعني الpopulation اللي معرضة لنا لجيلها هيبوتايتس يعني الprevalence ايه الفرق بينه وبين الانسدنس فيه فرق كبير الprevalence هو بيعتمد على الانسدنس with duration of the disease يعني ايه الكلام ده يعني لو قلنا فكر في المسل او في الماب بتاعة الHIV قلنا الHIV زاد قد يكون زاد لان عندنا new infections of HIV او لان الانتيرترو viral drugs became very advanced فالناس اللي عندها HIV عاشت كتير فالprevalence مش بيقول لنا الموضوع ده مش هعرف من الprevalence ودي حاجة مهمة لازم عرفها عشان لو الناس are more infected فابتدي اخد measures تمنع infections دي ولكن لو drugs are more advanced هفرح فالprevalence depends on the incidence number of new cases لو انا عايزة اعرف الprevalence بتاع الديابيتس في بلد معينة هعرف الناس اللي عندها دايابيتس كلهم سواء الناس اللي متشخصة من زمان او سواء الnew cases اللي طلع ولان الديابيتس is a chronic disease فغالب الprevalence هيطلع عالي لان الناس مش بتموت من الديابيتس ومش بتخف من الديابيتس لان الناس مش متبوت من الديابيتس فالprevalence هيطلع عالي اوي لكن لو انا مثلا عايزة اعرف الprevalence بتاع ال common cold هلاقيه مش عالي لان الناس بتخف منه بسرعة فلما اجي عد الprevalence هلاقي الناس اللي عندها common cold مش كتير لان الناس بتخف منه بسرعة فبيبقوا اتريسك تاني وما بيبقوش في diseased category طيب ايه هو الانcidence تاني هو number of new cases developing in a population at risk at a given time عايزين نوضح يعني ايه population at risk طيب هاديك مثل لو انت عايز تحعم اتريسك 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 1995 والمكان مصر اكيد هنروح نخبط على الناس وهنسألها عندك اتريسك اتريسك مظبوط طيب هنعمل division by A الديناموناتر بتاعنا هيبقى ايه لازم يكون women مش من لان ما فيش حق اصر الجيلة بيجي لها ما عندهش يوترس اصلا فبالتالي ما بيجي لاش يوترين برولابس لازم يكون women in egypt لان احنا بندور على عايزين عرف الناس اللي عندها يوترين برولابس in egypt بس لازم يكون سنة 95 ولازم تكون women with a uterus يعني يعني ما ينفعش في الديناموناتر بتاعي احط الومن يعني ايه مش اتريسك الديفلوبين يوترين برولابس يعني انا لو حطتهم هبوز الاستمت بتاعي لان هما ما عندهمش يوترس فهيجي لهم يوترين برولابس منين فلو الريشو كده فيه نيوموريتر فوق وفيه ديناموناتر تحت لو انا جيت في اتريسك ايه اهمية ان انا حط الومن اللي عندهم يوترس ولا الومن اللي ما عندهمش يوترس لو انا الناس اللي عملت هستريكتومي حطتهم في الديناموناتر الريشو ده كله لما انت تزود اللي تحت الريشو ده كله هيقل فدس will underestimate the true value لما اجي اريبورت النامبر الوومن وذيوترين برولابس هيطلع اقل مش عشان هما اقل حقيقة لكن انا في الpopulation at risk اي انكلود الناس اكتر ما كانش المفروض ان انا احطهم طيب ده اسمه cumulative incidence اللي احنا لسه شرحينه ده اسمه cumulative incidence طيب ايه مشكلة cumulative incidence ليه مشكلة it assumes بيفطرد that study subjects at risk are followed in time during the whole study period يبقى it assumes that study subjects at risk are followed in time during the whole study period يعني انا لما باجي هحط الديناموناتر بتاعي لو انا عايز اعمل study عن effective soul تعالى stomach cancer مثلا وجيت انا قررت ان انا هدخل في study دي الف واحد خلاص الالف واحد دول هما هيبقوا at risk هما ما عندهمش stomach cancer فبالتالي هما at risk of developing stomach cancer and i will follow them لحد ما ي develop اشوف مين اللي هي develop stomach cancer ومين اللي مش هي develop stomach cancer المشكلة ان الناس دي الالف واحد دول i cannot recruit مقدرش اخدهم في الاستادي بتاعي في نفس ذات الوقت في الاستادي ما بيحصلتش كده انا هي recruit 10 النهاردة 5 بكرة 10 بعد ازبوع وممكن 100 بعد شهرين طيب بس الاستادي بتدت من اول يوم انا عملت recruitment لكن الانديفيدول دول اللي انا i did not recruit yet ما كانوش معايا ففي الوقت ده they were not at risk لان هما انا مش شايف اهم وانا مش بتتبعهم في حاجة كمان ان انا لو انا قلت مثلا ان انا هتبع الناس دول لمدة 30 سنة هشوف هيديفلوب stomach cancer ولا لا في ناس من ال study subjects دول مش هيفضلوا في البلد طول 30 سنة هيمشوا اللي عايزي سفر في ناس هتموت فالواحد اللي هيموت ده he is not at risk of developing stomach cancer anymore الواحد اللي هو سفر انا مش قادر اعمله follow up فهيبقى اسمه حاجة lost to follow up طيب يبقى cumulative incidence مشكلته ان انا لما بحط تحت total population at risk بحطها بعدد الناس اللي كانوا في ال study وانا في الحقيقة i did not follow الناس دي طول فترة ال study بسبب اني اما انا عملت لهمش recruitment at the same time فال entry مختلف ال entry بتاع study subjects لل study مختلف وال exit مختلف اللي مات واللي سافر او اللي فضل معايا الاخر study period فالناس لقيت طريقة تانية نجيب بيها more accurate measure او نتخلص من فكرة ال lost to follow up او different recruitment time ال alternative measure اسمه incidence rate يعني number of new cases of a disease during a given time ال numerator بتاعنا هو هو نفسه ال numerator بتاع cumulative incidence لكن ال denominator هنا هو حاجة اسمها total percent time of observation i am not interested في الناس i am interested في الوقت اللي الناس قضتو under observation in the study كل واحد قضى وقت الوقت ده هو اللي انا هحطه في ال denominator وليس عدد الناس اللي في ال study الوقت ده ممكن يبقى بالسنين ممكن يبقى بالايام ممكن يبقى بالmonth فبنسميه person year person day او person month هجيب لك مثل هنحكي حكاية او study هفهمك بيها اللي انا اصدي عليه احنا قررنا ان احنا نعمل study من سنة 2000 ل2005 في كلية الطب عايزين نعرف عايزين to follow up طلب الطب و ونشوف بعد كام سنة الناس مين هيدفلوب depression ومين مش هيدفلوب depression ف we recruited study subjects study subject ايه الطالب ده الرقم اللي هو ايه سميناه ايه احنا ابتدينا study سنة 2000 هو دخل معنا في study تتبعناه من 2000 ل2001 ومن 2001 ل2002 بعد سنة تانية يعيني جاله depression خلاص يبقى ازا total time at risk او total at risk time بتاعه كان سنتين بعد كده he developed the disease he is no more at risk خلاص he developed the disease جبنا واحد تاني برضو we recruited him في سنة 2000 الولد ده كان resistant فضل من 2000 ل2001 ل2002 او ل2003 كمان ل2004 ل2005 الولد مبسوط ما جالوش depression خالص فهو ازا طول فترة study بتاعتنا مش طول فترة عاده في كله الطب احنا study بتاعتنا خمس سنين قد يكون هو develop depression في سنة 2007 طبس ده ما يهمناش لان احنا study بتاعتنا خلصة 2005 طول فترة study he was at risk of developing depression وهو لسه سعيد وما جالوش depression يبقى total time at risk بتاعه خمس سنين واحد تاني we recruited سنة 2000 بعد سنة بس جالو depression فإزا total time at risk بتاعه سنة واحدة في واحد رابع we did not recruit سنة 2000 ده لقينا هدخل معانا لستادي سنة 2001 فإزا من 2000 لـ 2001 احنا ما عندناش معلومات عنه فمش هنحسبه he was not at risk at that time لما عملنا له recruitment قعد معانا السنة والسنة اللي بعدها وبعد كده قرر الولد ده ان هو يسيب كله الطب ويخش كله التربية موسيقية ويبقى فنان فالولد time at risk بتاعه اللي قعد معانا في الستادي بتاعتنا كان only 2 years لأنه هو هنا حاجة اسمه he was lost to follow up مشي سبنا ومشي جينا سبجيكت رئي ده عملنا له recruitment سنة 2003 قعد معانا سنتين and developed depression فإزا the total time at risk كان سنتين وبعد كده he developed the outcome لو حسبنا كل السنين دي من تحت الفوق هنلاقيها 12 person years طيب لو جينا من الرسمة دي قلتلك احسب لي cumulative incidence سهل cumulative incidence عدد أشخاص هتقول لي أنا عندي 3 أي recruited 5 وفي 3 منهم جالهم depression فال cumulative incidence بتاعي هيبقى 3 depressed cases لكل 5 subjects over a 5 year period لو جينا نعملها بالميات usually the person years بتبقى reported بال أو الرئيس عموم بتبقى reported بال units المية والمئة 1000 وكده يبقى أنا هيجيلي 60 depressed cases لكل 100 case كل 5 السنين طيب لو قلتلك حساب لي incidence rate هتقول لي برضو أنا جالي 3 جالهم depression لكن ال denominator بتاعك هنا هيختلف مش هيبقى عدد الناس هيبقى الوقت اللي الناس دي قضيته at risk يبقى 12 person years يعني 25 لو عايزين نعملها 100 person years يبقى 25 depressed case لكل 100 person years of observation طيب تعال نبص كتير قوي في جداول بتربورت number of person years ونسبش تبقى فهم عن 8 person years انت كده فهمتي عن 8 person years في عيادات مثلا من August 2000 لجولاي 2004 الخط الازرق ده women والخط الاحمر ده men ودي confidence intervals خدناها قبل كده هتبص تلاقي الناس اللي بيجي لها peptic ulcer الرجالة اكتر شوية ال rate بتاع هنا مثلا كده ب6 per 1000 person years 6 per 1000 person years الستات اقل شوية ده في ال age group مثلا الناس اللي عندهم 80 واحد 80 سنة حوالي 5 per 1000 person years دي ال confidence interval يعني هنا ال confidence interval يعني هنا في السن من 85 إلى 89 ال incidence of peptic ulcer 8 per 1000 person years لكن ال range ممكن يبقى ال confidence interval ممكن يبقى any number from مثلا 9 to 7 هنا ال two confidence intervals بتاع الستات والرجالة overlapped فإذا الرقمين دول ممكن يكونوا زي بعض يعني هنا الرجالة 8 لكن ممكن يتراوح ال range بين 9 و 6 و 6 و 7 و 6 مع ان هي اقل 7 لكن range بتاعها ممكن يوصل ل 7 8 6 7 ممكن يوصل 8 و ممكن يوصل يبقى زي رجالة if the two confidence intervals overlapped يبقى إذن الincidence بتاع الستات والرجالة هنا ممكن يبقى هو واحد عندنا جراف تاني زريف قوي بص ده اسمه الكي بتاع الجراف بيقول لي l-AIDS diagnoses and death and estimated number of persons living with AIDS diagnoses and living with diagnosed or undiagnosed HIV infections among persons aged اكتر او اقل من 13 years في الولايات المنتحدة من 1981 ل2008 شمعنا 1981 قلنا لان اصلا l-AIDS l-AIDS اكتشف سنة 1981 ف we have no data before that طيب بص عالكي ده الخط اللي فيه مربع people living with HIV infection living with HIV infection ده يبقى prevalence ولا incidence حد living يعني اللي جاله HIV السنة دي اللي جاله HIV من 5 سنين من 10 سنين isn't this is a prevalence measure الناس ده الخط ده living with AIDS diagnosis يما ده prevalence of AIDS ده الناس اللي بتموت من AIDS وده AIDS diagnosis الناس اللي بتتشخص عندها AIDS طيب تعال نشوف الكيرف ده بتاع ناس HIV infection من 1981 ابتدى HIV كتوشف فابتدينا نdiagnose cases فابتدى الكيسز تعلى 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 وبعد كده حصلها شوية plateauing وبعد كده ابتدت تعلى تاني فاكرين لما قلنا هنا اكتشف HIV فشي طبيعي ان الناس بعدها ابتدت تكتشف اكتر هل الناس ابتدت تكتشف اكتر لان بلها ما كانتش مكتشفة او الinfection الحقيقي بقى اكتر لان ده كان في التمانينات بعد كده الناس هنا مثلا plateauing حد هيجي يقول لي ناس بتدت تاخد بالها وتستعمل ويبقى في safe sex بس ده prevalence ratio فالprevalence قلنا بيعتمد على incidence والeffective survival طيب ليه هنا الناس ابتدت تكتر تاني ايه اللي حصل خلى الinfection او الـ HIV prevalence يعلى في حد هيقول لي يا ان الreal infection علي الانسدنس علي في حد هيقول لي لا لان الانتي retroviral therapy بقت more advanced فالناس اللي عايش بالـ HIV كترت فعشان كده عددهم كتر طيب نبص على الخط ده هو كتب لي هنا ايوه الـ highly active anti-retroviral therapy introduced فإذن we have a reason to believe ان الانكريس في الprevalence ده was not due to an increasing incidence but rather an increase in survival of HIV patients طيب ايه اللي يثبت لي ده تعال مثلا نشوف ال الـ death up بيجيلها HIV لكن ما بيجيلهاش AIDS بسرعة فابتدى الناس تقل اوي اللي بتdiagnose بـ AIDS لكن ما قلتش لحد ما قصد لباسلين ممكن حد يقول لأن anti-retroviral therapy is not curable فat some point الناس هيجيلها AIDS and it will not decrease to zero تعال نبص لل الخط ده هو death الناس اللي بيجيلها HIV بيجيلها AIDS وبتموت منه ما فيش حاجة هنا بتعالجهم فالتلاتة مشيين مع بعض لكن هنا ابتدى برضو ال-death ill بسبب ال-anti-retroviral therapy او ال-treatment of opportunistic infections طيب بص على الكيرف ده ده الكيرف بتاع living with AIDS diagnosis مين الناس ال-prevalence of AIDS مين الناس اللي عايش ب-AIDS الناس اللي عايش بال-AIDS دايما لا ليه لا هل لأن الناس اللي بيجيلها AIDS قليلة ولا ده prevalence ولا لأن الناس اللي عايش بال-AIDS قليلة غالبا هو التاني ده لأن الناس living with AIDS بيموت بيموت بسرعة فإذا لما تيجي تحسب عددهم هتلاقيهم دايما أليلين في rates تانيين لازم نعرفهم crude rate والcategory specific rate والadjusted rate هناخد مثال على الموضوع ده دايما بتلاقيهم وليزم تعرف يعني crude rate يعني ده اللي هو بنسمي standardized rate لما يكون انت عندك جدول انت عندك الجدول ده في crude and age specific mortality rates from cancer in the United States سنة 1980 يعني ايه age specific mortality rate mortality rate يعني rate بتاع death بتاع الناس في الولايات المتحدة من الكنcer age specific يعني السمناء number of death السمناء لأعمار معين عايزين نعرف under 5 كام 1 مات من 15 ل 19 كام 1 مات من 60 ل 64 53 ألف واحد مات بس ده number ده crude number ايه هو mortality rate mortality rate ان نجيب number of death في كل age group وعمله divided population في age group ده عدد الناس في age group ده هيطلع لي rate هلاص rate 4.2 هنا سنة 1980 قلنا دايما rate it has a time element in it فعش اقول rate من غير ما اقول ده امت طيب يبقى كل رقم من دول لما عمله division برقم من دول هيطلع لي rate في age بتاعه في بقى ده اسمه age specific rate الكategory بتاعي هنا هو age في حاجة اسمها sex specific rate ممكن اطلع المortality rate في men واطلع المortality rate في women حاجة اسمها race على حسب category اللي انت عايز اطلع المortality rate في البيض واطلع المortality rate في السود فده اسمه category specific rates طيب ايه هو crude rate الي اجمع كل ده واجيب total number وعمله division by كل ده هيطلع لي crude rate الoverall rate بتاعي 183 per 100 الولايات المتحدة سنة 1980 فده اسمه crude rate هيبقى طريقة ان يحسب crude rate ان يجيب total number of death from cancer في كل الاعمار وعملها divided by population بتاع الولايات المتحدة 226 مليون نسمة ويطلع لي الرقم دوت ويبقى هو ده crude rate هل في طريقة تانية لاني احسب بيها crude rate اه في الطريقة التانية هي اسمها average او weighted average of the age specific rates دي mortality rates اللي كاتت موجودة في الصورة الابل كده عن ناحية اليمين كاتت موجودة هنا اللي احنا طلعناها في كل age specific rate لو انا ضربت كل rate في الpopulation بتاعه في proportion of population بتاعه وجمعت كل ده هيديني نفس الرقم اللي هو 183 لو انا ضربت 4.2 في 16 مليون زائد 4.7 في 16 مليون زائد 3.9 في 18 مليون لو انا ضربت كل الrates في proportion of population في كل age هيطلع علي نفس الرقم فاذا الكرود rate ممكن اجيبه بطريقة ان انا احسب دي حاجة اسمها the weighted average of the category specific rates يبقى ايه مشكلة طيبة الكرود rate يبقى الكرود rate عبارة عن compound measure بيبقى لني age specific rate في number of population في age group ده فده اذا معناه هل انا لو غيرت حجم الناس في age group ده هيتغير rate تعال نشوف هنا مثلا age group من 20 ل 24 الrate زي ما هو 7.2 وال population 21 مليون في 21 مليون من ادم عندهم من 20 ل24 و في age 75 plus في 9 مليون بني ادم والmortality rate بتاحهم 1313 لو انا جبت الرقم ده حطيته فوق والرقم ده حطيته تحت الكرود rate هيتغير ولا لا اه هيتغير لو حسبتها هنا كده هتلاقيه بقى 249 من 183 ده رقم كبير اوي وتغير مش عشان المortality rates الحقيقة اتغيرت اتغير عشان الage distribution اتغير ودي مشكلة في حساب الكرود rate لما هما جم يقارنوا المortality rates سنة 1940 في امريكا و 1980 لما حسبوا الكرود rate لقوا ان هو هنا 120 في 120 واحد ماتوا سنة 1940 من السرطان لكل 100000 نسمة و في 1980 183 mortality rate من الكانسر ولكن اتأثر بالage distribution لما انت يكون عندك في الناس life expectancy زادت سنة 1980 فعندك ناس عواجيز عيشة كتير فلما ضربت عدد الناس دي في المortality rate بتاحهم طلعلك الكرود rate بقى very inflated احنا مش عايزين كده لان احنا عايزين نعرف الpeer effect بتاع cancer death مش عايزين نعرف effect بتاع population structure اللي هو age distribution طيب نعمل ايه بص هنا لو خدت بالك لو خدت بالك قارنت ال rates هتلاقيها متقربة البعض بالعكس مثلا هنا في 30-34 rate اقل من 1940 وفي السنين الكبيرة ال rates هنا ال 695 ل 817 زادت بس مش قوي 1183 1313 دي قد اكبر زيادة ومع ذلك الكرود rate طلعننا اكبر بكتير من الكرود rate في 1940 وده عشان ال population structure اختلف فعدد الناس سنهم 75 فيما اكتر سنة 1980 كانوا اكتر بكتير من 1940 فلما جئنا حطناها في ال equation عملت inflation لل crude rate طيب اذا summary يبقى الكرود rate is a summary measure هو عبارة عن total number of cases الكيسز اللي ماتت من سرطان مثلا على total population in a given time ممكن نعمله نحسبه بطريقة تانية اللي هو weighted average of the individual category specific rates في المثلة اللي احنا خدناها احنا حسبناها بان احنا ضربنا الage specific rates في proportion of the population in each age فهي دي اللي اسمها weights ده الوزن بتاعك crude rates are affected by age distribution of a population or other characteristics وده اللي احنا مش بنحبه في crude rates طيب نعمل ايه we need a measure that takes into consideration the structure of the population عشان ما يبقاش المجر بتاعنا confounded عايزين نعرف the pure effect بتاع الكنcer على المرتالي طيب عندنا حالة من اتنين يقيم ال category specific rates اللي هما زي age specific rates نقول ان مقال من خمس سنين المرتالي rate كزا من خمسة لعشرة كزا من عشرة لخمستاشر كزا ولكن مشكلة الماجر دي ان هي ومحتاجة tables كتيرة جدا ف لما عاد يجي اسألك سؤال ان هو عايز يعرف قولي المرتالي rate بتاعتك في مصر في السنة تقعد تقول انت من سن أقل من خمسة من خمسة لعشرة من عشر لعشرين حاجة يعني very exhausting طيب يبقى في لازم يكون في حل التالت الحل التالت اللي هو the standardized measure ده هتلاقيه calculated في ورق كتير and usually it's the method يعني اللي الناس بتريبورت بيها لما بتكون عايزة تقارن mortality rates طيب ايه standardized mortality rates يعني standardized mortality rate standardized mortality rate يعني استعمل standard population استعملها هي تبقى هي weighted average بتاعي يعني ايه يعني احنا مثلا سنة 1940 دي المortality rates فاكرها لكل age group و 1980 دي المortality rates لما احنا جينا نحسب crude rate ضربنا كل rate هنا فعدد الناس في كل age group وهنا ضربنا كل rate هنا فعدد الناس في كل age group لكن خدنا عدد الناس سنة 1980 هنا وخدنا عدد الناس سنة 1940 هنا فاطلع لنا ده 120 وده 183 احنا we want to standardize عدد الناس يعني بدل ما هنضرب عدد الناس هنا بدل ما هنضرب المortality rate هنا فعدد الناس سنة 1980 هنضرب المortality rate بتاع 1980 فعدد فعدد الناس سنة 1940 فهنستعمل standardized population الweight بتاعنا هيبقى standardized population طيب يعني ازاي يعني هنا ده cancer rate سنة 1980 ودي الpopulation عدد الpopulation سنة 1940 وابتدي اضرب 4.2 في 10,000 وابتدي اضرب 1313 ده عدد ده rate بتاع cancer death سنة 1980 وعدد الناس سنة 1940 كان 2000 فكر في 1980 كانوا 21 مليون لكن هنا كانوا 2000 هيطلع لي رقم مختلف خالص هو 132 وليس 183 فإذا ده net effect بتاع cancer death ليه لأن لو عايز قارن adjusted mortality rate دلوقتي بين 1940 و1980 فأنا استعملت equal weights طب ايه الرقم اللي أنا جبته ده الرقم ده مش رقم حقيقي الناس اللي ماتت كانت 183 وليس 132 لكن الرقم اللي جبته ده هو بالزبط عدد الناس اللي كانت هتموت لو كان age structure في سنة 1880 هو هو نفسه age structure سنة 1940 وده اسمه standardized rate لو أنا عايز أقارن أي rate في منطقتين أو في two time periods مختلفين بستعمل standardized population مش شرط إن أنا كنت استعمل population بتاعة 1940 على 1980 ممكن كنت استعمل بتاعة 1980 عشان عد الrate بتاعة 1940 أنا بستاندر الage distribution في أي population منهم وخلاص ممكن أشيل العدد الناس في 1940 و1980 واجيب سنة 1990 أستعمل age distribution بتاعة أهم حاجة أن أنا هيطلع لي رقم في الآخر هو أمش الرقم الحقيقي مش هو ده عدد الناس اللي ماتوا ولكن هو عدد الناس اللي كانت هتموت لو الage structure أو الpopulation structure في two time periods كان was the same إيه فايدة adjusted mortality rate إن أنا أقدر أفرق I can make comparisons طيب هنا مثلا ده المورتاليتي ريت آآ ده المورتاليتي ريت قلنا وده سنة 1980 وجينا آآ ضربنا داف ده وداف ده طلع آآ دي دي اللي بفكرك بيها بس آآ في في السلايد الأولينية آآ هنا احنا ضربنا في بتاعة 1980 كل ريت ضربنا في بتاعة 1980 فاطلع لنا 183 أما آآ اللي احنا عملنا في ان احنا ضربنا الريت في بتاعة 1940 فجلنا رقم مختلف تماما هي 1132 لو تفتكر المورتاليتي ريت سنة 1940 كان 120 ف120 من 132 is not that much increase زي 120 من 183 طيب يبقى ايه هو الادجاست ريت برضو it's a summary rate زي الكرو ريت من استعمله when comparing rates it accounts for the population structure شما ما يبقاش عندي confounding في طرق الحساب في direct standardization وفي indirect اللي نقول هالك دلوقتي هي direct method طيب ال direct ايه هي قلنا we use a single standard population ال weighted average of the individual category specific rates برضو لكن ال weights هنا are taken from a standard population it's hypothetical rate ده ريت افتراضي يعني ده عدد الناس اللي كانت هتموت سنة 1980 لو age distribution في سنة 1980 كان مساوي ل age distribution سنة 1940 طبعا مش لازم يبقى age احنا المسألة بتاعنا age ممكن يكون race distribution ممكن يكون sex distribution على حسب الكategory اللي انت عايز تريبورت طيب how to pick what امت report crude rates امت report category specific rates امت report standardized rates report crude rates لما عايز عرف true value الرقم الحقيقي لو انا عايز عارف عدد الناس اللي جالها h1n1 عشان هالحق دي لهم tamiflu ماينفعش report standardized rate لازم report crude rate لان ده هاديني العدد الحقيقي فهاعرف كام دواء فيه مثلا مليون واحد جالهم h1n1 مثلا يبقى محتاجين مليون علبة tamiflu to allocate resources category specific rates لما عايز عرف details طيب هو h1n1 في المليون دول جات للأطفال ولا جات للكبار ولا جات للmiddle aged ساعتها بقى محتاج عرف category specific rates standardized rates بحتاجها in comparisons ودي هتلاقيها في جداول كتير او احنا خلصنا اول part من session 2 take a break وانا كمان هتاك a break ونرجع تاني ناخد second part السلام عليكم